بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ثم أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك بهذه الوجوه اللهم أمين وأن يبارك بهذا المركز وبالقائمين عليه وبالمدرسين فيه وبأهالي الطلاب اللهم أمين بداية هذا لقاء بعنوان كيف نحفظ القرآن كحفظ الفاتحة مين حفظ الفاتحة هون؟ مين حفظه؟ طيب مين بلغبط بالفاتحة؟ ها؟ تمام لكل حفظه طيب مين حفظ يزع عمّة؟ مستعد الاختبار فيه؟ بلاش إدان تنزل ليه 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 ما كنا عائلين الفاتحة وماشاء الله مين حفظ صورة البيّنة؟ مستعد الاختبار فيها؟ والمطففين لك إدان بلاش تنزل شيخة لأصل الله يبارك فيكم ما شاء الله لأصل إحنا لما نحفظ القرآن بدينا نعرف حالنا سؤال أساسي ليه بدينا نحفظ القرآن؟ ها؟ لماذا نحفظ القرآن؟ نرى الرسول نرى الرسول نرى الرسول نرى الرسول نرى الرسول صلى الله عليه وسلم بس فيك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما تحفظ القرآن دي صح؟ نحنا بدنا القرآن شو بيعملنا؟ ها؟ تقرب الله تقرب الله يرفع؟ نعم صح؟ كيف؟ ها؟ أعرف عليك أنا اليوم كيف؟ شو بصير كيف يعني كم درجة شو هو يعني كم اي القرآن القرآن كم اي يعني بيعرف القرآن كم اي المكافأة شو لا لا هلأ عربت لكم ها برافع العيدي ها كان اي هو حسب هو في خلاف بين العد الكوفي والعد البصري المهم نبدأ الآن ان شاء الله نبدأ الآن بسؤال انه نحن هلأ عم نحفظ قرآن ما شاء الله بالمركز واقبلنا على الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن للفضائل الكثيرة التي فيه منها وأهمها الباس الوالدين تاج الوقار يوم القيامة ومنها أن القرآن يشفع لك يوم القيامة بل ويدافع عنك وأنه يكون أنيسك في القبر وأنه يكون أنيسك يوم القيامة تمام السؤال يقول قديش نحن بدنا مدة لحتى نحفظ القرآن لازم نحن نحفظ القرآن قدي المدة لنحفظ في القرآن رفع الأيدي أقل مدة لحفظ القرآن رفع الأيدي خمس سنوات ممكن أقل شهار 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 عمر أنت عادت تحفظ اسمك عادت أكثر من شهار اللي حفظته على فكرة لما كنت صغير ما دغر حفظة عمر دغر قلته تمام مشكلة طيب مشكلة عندنا مشكلة عندنا أننا نريد أن نحفظ القرآن بعدة أشهر فقط أول نقطة أننا نريد أن نحفظ القرآن بعدة أشهر وهذا خطأ وأننا نريد أن نحفظ أكبر عدد من صفحات القرآن في يوم واحد مين يقدر يحفظ هون؟ صفحة شهر بعد ما أخلص السؤال طيب خلينا أكمل السؤال بعدين نجاوب مين يقدر يحفظ هون؟ ثلاث صفحات باليوم ثلاث صفحات ها ممتاز كم مرة؟ كم مرة بتكرر الصفحة التي تحفظيها؟ خمسة؟ تمام كم مرة؟ كم مرة لحتى يكون الحفظ ثابت؟ عشرين 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 خمسة خمسة شو هلني؟ عشرين مين يزود؟ ها عشرين أنت بتكرر عشرين مرة؟ خمسة عشرين بتكرر عشرين مرة؟ لنزل إتيك ها برافعي الأيدي برافعي الأيدي موتو طيب نعم طيب أنا هلأ سأعطيكم شغلة أو ثلاثة أشياء أساسية لتحفظوا فيها القرآن بإذن الله إذا مشيتوا على أهل منهجية بتحفظوا القرآن متل ما الواحد بيحفظ الفاتحة أول لقطة لما نبلش نحفظ القرآن كيف بنحفظ؟ لحتى تحفظ حفظ يكون راسخ بعقلك إن شاء الله أول شي بتقسم صفحة القرآن صفحة القرآن ما فيك تبلش من أول الصفحة لآخرة تقراها مرة اثنين 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 كلها مع بعض بتثير ثقيلة على الدماغ أول لقطة بنقلل المقطع المقطع شو يعني؟ المقطع هو النفس وعشرين شو ايه؟ قلل المقطع وعشر السطر أحسنتي بس قداش هو المقطع؟ أقل هو النفس لا نفس عشان عنا مثلا خمس آيات في صفحات كل أي واحدة وإنما النفس يعني تقريبا سطرين المقطع بيكون سطرين وما بيزيد عن ثلاث تسطر هذا مقطع المقطع لما بدك تحفظ تعمل المقطع ثلاث تسطر أو سطرين هالي السطرين كم مرة بنكررون؟ ممنوع ننزل ممنوع ننزل على العشرين مرة عرفت لحالك ولا أحد قال لك؟ أقل شي بدنا نبلش عشرين مرة بنرجع عن المقطع اللي بعده سطر einige ignore كم مرة كم مرة؟ كمان عشرين مرة بنرجع قال الأربعة تسطر مع بعض كم مرة؟ عشرين مرة بنرجع عن الأر... السطران اللي بعده كم سطر صار معنا? ست نرجع السطران اللي بعدهن؟ عشرين مرة بنرجع عن نص صفحة عشرين مرة هذه الصفحة بإذن الله ماذا يحدث في دماغك؟ لا تنحفظ تنقش نقش خلصت النص صفحة ماذا تفعل؟ هذه هي أول نقطة كررناها يعني عندنا عشرين بعشرين؟ بعشرين رجعنا النص صفحة كلما مع بعض كم مرة؟ عشرين مرة ثم ماذا نفعل؟ يلي بيعرف أنه مكافأة برفع الأيدي اللي سيطلع صوته لا يوجد مكافأة تتعلم تركز ثاني مرة ها تضلي لا اسمع اسمع لا انت كنت أول شعب لعشرين مرة عم نحاضر كنت عم تقرأه لكن اللي عبيحكي بلا صوت ماذا مكافأة؟ بلا رفع ايدي ها تضلي ها ما ترفع ايديك و ساكتي ما شاء الله عنك ما يقول ما حايده لا لا ها تضل شوي يا شيخ اني متعودين يقراوه عن حاضر بس أنا هاول جواب ها ها اعطيك واسه اللي بعد ها اصطيك واسه نزل 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 صدل لا 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 ايه لو مكافأة؟ ايه لو مكافأة؟ شوان ايه لو مكافأة؟ احسان شو اسمك انت؟ ايه bank ايه لوك مكافأة من الشيخ والله ما ستعرف عليها الجواب انه مننتقل لتفسيرة ها فضل الله يباري فيك ما شاء الله عنك بعد ما نخلص نص صفحة ممنوع اللي بيطلع صوته بينحرم منه كفاءات بعد ما نخلص نص صفحة ممنوع ننتقل لنص صفحة تاني قبل ما نفهم معناها ليه عشان اول سؤال سألتكو يا نحنا ليه شوع لشوع عم نحفظ طب فيك تطبع شي انت ما فهمانه من حافظ صورة الفلاق ممتاز يلي بيعرف بدون ما يطلع نفس يرفع ايده بس بدون رفع الايدي تمام شو معنات وقب فضل شو اللي وقب شاك عبفوط 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 عصورة تاني ها ازا صورة الفلاق معارفين وقب وقب ها برفع الايدي ها لا اتكملت خطأ فضل احسنتي من كل اللي حافظين كم شخص اللي بيعرف المعنى شخص واحد طلع طب نحنا ليه عب نحفظ اذا ما عارفين المعنى ما بدنا نطبع اذا نحنا ما عارفين المعنى ما استفدنا شي من الحفظ بس اخدنا عموما حسنات كل اي شو كل اي شو يعني سألتك اي تاني بتعرف معناتها اذا سألتك اي تاني بتعرف معناتها تعرف ولا ما بتعرف الصمد شو معنى تصمد سألت اسماء الله اسماء الله ما هو اسم من اسماء الله ما شو معنايته طب الخوين الشيخ اللي ما اركز كثير على اسئلي لا شو عشان ما نخبص التفسير حنكمل حنكمل قلنا اول قاعدة شو نعمل اول شغل نعملها تقسيم تقسيم الزورة صفحة صفحة كم مرة بنكررها عشرين اقل من عشرين بترسخ لا طب ممكن 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 نكررها اقل من عشرين ونحفظها من تاني مرة شو بنعمل ساعتها حتنساها لازم اقل شي عشرين مرة تمام بنرجع بنروح لوين للتفسير اي كتب تفسير اي كتب تفسير مين بيعرف احسن كان حيطلع لك هديه بس عشان انك حكيت بدون ما ترفع ايدك ما حيطلع لك شي خليك تندم بلا عبكيك بالزاوي يروح عليك تمام بنروح على المختصر بالتفسير هذا هذا المختصر بالتفسير تمام عشان انه مختصر وسهل بس المهم نفهم مش بس نحفظ اول خطوة قلنا بنقسم الصفحة نين تكرار التالت شو تفسير الرابعة رابعة خطوة انه اي شي بدنا نحفظه بدنا نقرأه بالصلاة يعني حافظين جزء عمه اللي قالوا انه حافظين جزء عمه ما شاء الله فوق الخمسين تمام صح مين عب يقرأ جزء عمه بشكل يومي بالصلاة المنهجية المنهجية الرابعة انه نقسم الحفظ تابعنا انه بشكل كل يوم نقرأ بالصلاة السور اللي حافظينا مش بس بالصلاة بنقرأ قلوا والله واحد وقول اعوذ رب الناس قل اعوذ رب الفلق المنهجية الرابعة لازم لازم نقسمها على الصلاة بشكل يومي يعني اذا عم GM سلطا 12 ركعة سنة كل يوم على اقل على الاقل على اقل على الاقل خمس تسطر نقرأها بالصلاة كم صدر؟ خمسة اذا خلصت جزء اذا خلصت جزءين يصير كل يوم بالصلاة كل ركعة تقرأ نص صفحة هيك باذن الله ما بتنسه لكي كل يوم تقرأهم بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إنما انقرأ القرآن فقام به بالليل والنهار شو يعني قام به بالليل والنهار يعني سار يصل فيه بالليل والنهار حفظه ومن لم يقم به نسيه الخطوة الخامسة يكون في عندك مراجعة أسبوعية المراجعة الأسبوعية أن كل محفوظاتك خلال خمسة أيام يجب أن تراجعها اللي حافظ ززق بأسمعها خمسة أيام اللي حافظ جزئين بأسمع خمسة أيام يعني كل يوم أدفه دراجع تقريباً عشر صفحات طب اللي حافظ خمسة أجزاء كل يوم أدفه دراجع كل يوم جزء طب اللي حافظ القرآن كله ما شاء الله اللي حافظ القرآن كل يوم كل يوم خمس أجزاء دائماً أيامنا نحن للحفظ والمراجعة خمسة أيام بس بنخلي يومين احتياط انشغلنا مرضنا زارنا حدا كان عندنا امتحانات كان عندنا شيء بيومين بنعوض فنحن الأسبوع عندنا خمسة أيام ليس سبعة أيام بضل في يومين ملحقنا الراجع ملحقنا نحفظ شو بنعمل بنراجع بهاليومين أو بنرتاح بهاليومين تمام؟ ولذلك العلماء قالوا من حفظ الخمس لم ينس الحفاظ كل واحد حافظ القرآن بيكون ورده اليوم خمس أجزاء سرد الخمس أجزاء بيخمهم ساعتين وإذا كان عب يقرأ بالصلاة ما بحس فيهم بعرف من المشايخ من بيراجع كل يوم الخمس أجزاء بالصلاة بالصلاة قيام الليل أدا بيقرأ ها ثلاث أجزاء أم تبلش قيام الليل؟ بعد إيش؟ بعد المغرب بين المغرب والعيشة بيوقف بصلاة ركعتان قيام أدا بيقرأ فيهم جزء ومرات جزءين بعد العيشة بيقرأ جزء بقيام الليل قبل الفجر بيقرأ جزء خلص أربع أجزاء بيرجع بالضحى بيقرأ جزء حاس فيهم؟ ما حاس فيهم؟ هذا الطبيعي طبيعي تبعه أنه صار يقرأ كل يوم خمس أجزاء فصار إذا ما خلص هالولد يحس في شيء يعني هيك جسمه بيرعاه فالشغل الخامس أنه نحن يكون في عندنا مراجعة يومي هالمراجعة قسمين؟ إما مراجعة فردية بينك ومن حالك وإما مراجعة ثنائية المراجعة الثنائية أهم من المراجعة الفردية شو يعني مراجعة ثنائية؟ أحسن المراجعة الثنائية تكمش صاحب أنت عندك اليوم عشر أنت هلأ حفظ جزءين أو جزءين ونص عندك عشر صفحات اليوم لمين عا بتسمعون؟ ما بينفع دائما تسمعون لحالك بتسمعون لحالك بتروح يعني لصاحبك أو لوالدتك أو المتزوجي لزوجها لعشر صفحات لازم يومياً يكون في عندك ورد عشر صفحات عشان حفظك قديش؟ جزءين ونص حفظك خمس أجزاء بنتقسم على الخمس أيام لازم نحط برأسنا أنه إذا ما يعطينا كل يوم من وقتنا للقرآن أقل شيء ساعة ما هنحفظ القرآن هيدا أول ما نبلش أقل شيء بدي يكون في القرآن ساعة لما يزيد حفظ ما يصير فوق العشر أجزاء أقل شيء ثلاث ساعات باليوم في صلاة وفي غير صلاة بالصلاة يعني مين هلأ متعود بالصلاة يقرأ جزء بالصلاة بتقدر تقرأ الجزء ما شاء الله؟ اللهم بارك الله يفتع عليك يا رب طيب جزءين؟ طيب مين بيقدر بالسرد؟ بالسرد يسمع جزءين؟ بالسرد تسمع خمسة؟ متأكدة؟ مين بالسرد تسمع جزءين؟ بالسرد تسمع جزءين؟ الله يبارك مين بعد؟ بالسرد تسمع جزءين؟ تمام طيب مين بالصلاة تسمع جزءين؟ بيقرأ جزءين؟ ممكن كمان يسمح لنا طريقتين اسمعوا اسمعوا حتى تدعوني هالطريقة ان شاء الله تفعنا؟ تدعوني مين اللي بيصروا الجزئين بالصلاة؟ ما بتقدر توقف على الجزئين صح؟ طب شو المنع تعدى؟ انت تعدى توجهت للقبلة وحطت المصحف قدامك على طاولة أو على كرسي الله أكبر وبلشت تقرأي قرأت جزء عمّة وتبارك انتوا قاعدة صلاة السنة فينا نصليها نحن قاعدين ولا لأ؟ فينا نخدوص أجر القائم يعني إذا الواحد هو قائم أخذ له مليونين حسني هو قاعد بيخم مليون حسني محلوين؟ طب هو يكون بالصلاة ما حدا بعيد له ولا شيء خلص شك بالأي يتطلع ما شك بالأي يكمل وفينا نعمل طريقة تانية بالتسميع بالصلاة نعطي المصحف بتعطي المصحف لأختك أو لأمك انت بتبلش بالصلاة وهي عبا تسمعلك إذا غلطت بتردك نحن وبالصلاة قاعدين قاعد فيك تواعد متربع فيك تواعد عجريك عركبك نفس القاعدة اللي انت قاعدة توجه للقبلي والله أكبر وسل وراجح شعب تراجح كل يوم انت واعد ما قادر توقف وراجح الجزء تضمن ما حدا يعيط لك ولا تلتهي لا تخلص الجزء تبعك شو المانع نعمل هيك؟ يعني انت عبت تسرد الجزء وتسرد الجزء لين ما بتسرده؟ نحن أبو الصلاة الصحابة رضو أمو كان يعملوا هيك ناس كتير اساسا بالتاكسي بكون طالع بالتاكسي بس طريق واحد بيتوجه للقبلي هو رايح بالتاكسي نازل من هون لترابلوس كيف القبلي هون بتوجه للقبلي السيارة الله أكبر وبلش يقرأ صورة البقرة بيوصل لها تحت مخلص صورة البقرة صلاة السنة بهم أول ما تتوجه أول ما تبلش تكون متجه للقبلي من بعدها كيف ما روحت لا في مشكلة الله أكبر صر ركوع بده يركع سمي الله أكبر الله أكبر سجد أكثر طبعا ما يكون عم بسوء عشان ما يسجد يعني يطلع بالقبر تمام؟ فكون عم بصلي فبالصلاة بين المغرب والعشاء قعدت تربعتي الله أكبر قرأت جزء عمّة وركعته الركعة الثانية الله أكبر قرأت جزء تبارك طبعا إذا قرأت جزء عمّة وتبارك شو بيطلع لنا أجر؟ ماذا تع visualization؟ لا، مش متباريت مش م meus no النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يقول في نعمل في نعملها بعد المغرب هذه أو بعد العشاء أو قبل الفجر يقول من قام بعشر آيات لم يكتف من الغافلين يعني أقل شيء بقيام الليل 10 آيات اذا أقل من 10 آيات شو ما يكون من الغافلين؟ يعني أنت بتنكتب عند رب العالمين إذا ما صل لنا بعشر عيات قيام من الغافلين يعني بالضيوان اسمك فلان الغافل فلحتى ما تنكتب غافل بتاك عشر عيات طب ومن قام بمئة آية كتب من القانتين طب مئة آية شو هن؟ صورة الذاريات مثلا وعمة هو اللي قديش مئة آية طب ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين يلي بيجي يوم قيامي حسناتك مثل الجبال طب ألف آية شو عندنا ألف آية؟ جزء عامة وتبارك مع صورة الفاتحة ألف آية فاللي بتقرأ جزء عامة وتبارك قبل ما تنام هي وبالصلاة قاعدة فيها بدون صلاة بس مدام واعد واعدة الله أكبر مش حالك صورة بالصلاة فانتقلت من أجر قراءة مطلقة لأجر قراءة وين؟ بالصلاة بتكون مراجعة بتكون تقرب بتكون خشوع ليش خشوع؟ السر اتبعنا خارج الصلاة شو هيكون؟ إذا واحد يسمع الحمد لله يرحم العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك ناوله إياك ناس ناولين الصلاة المسرقة إذا حمسنع واحد وحافظ هيك مكون سردنا بالصلاة ما هنقرأ هيك؟ بالصلاة كيف هنقرأ؟ أول شي هنقرأ على موكث تاني شي هنقرأ فيه عندنا الشغل التاني شو هي؟ تدبر يا شباب شو معنى التدبر بالصلاة ها يعني احنا عم نقرأ جزء عمه وتبارك يعني ان احنا عم نقرأ جزء عمه وتبارك شو حيصير معنى هنقعد نبكي بالصلاة بطلت موضوع مراجعة صار موضوع تركيز بالمعنى صار موضوع خشوع صار موضوع تدبر ليه انتقل الموضوع القرآن بطل بس عم نحفظ عشان نحفظ عم نحفظ عشان نخشع رب العالمين قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث شو يعني على مكث شوي شوي ونزلناه تنزيلا مين عبشك من مشكلة عدن الخشوع بالصلاة حاسس حاله انه ما عب يخشع بالصلاة رب العالمين قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا لما نقرأ على مكث شو بصير لما نقرأ على مجل كم نلأي لبعدها؟ من حافظها لبعدها؟ صورة لإسراء قل آمنوا بها أو لا تؤمنوا ثم قال إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولة ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعة لما صار يقرأ القرآن على مجف أما لما نكون عم نقرأ القرآن هو أول سؤال بل لازده فيه لا عم نحفظ القرآن لما ما عم نقرأ القرآن لنخشع فيه بالصلاة ونتدبر ما هنستفيد ما هيأثر فينا بس لما عم نقرأ القرآن لحتى نطبقه بالصلاة ولحتى نفهم معناه هون هيأثر فينا فقلنا أول شيء التقسيم قلل المقدار وأكثر التكرار ثاني شيء عنا قلنا إيش الفهم ثالث شيء ورد المراجعة الخاص رابع شين القراءة بالصلاة خمس شيء المراجعة الثنائية تمام؟ سادس شيء قلنا إيش ها القراءة بمكث بتدبر ببطء غير القراءة السريعة خدوها قاعدة اللي بتعود على المراجعة السريعة إذا راجع على البطيء بتلغبط بهد بالحيط مش متعود هو متعود بسرعة سمع شوية شوية لو سمع الفاتح سيطلغبط غير نتعود شوية شوية ونحن نقرأ القرآن لنتدبر يعني شوية شوية تمام؟ طيب الحفظ الجيء الجيد يبنى على ثلاثة أركان قلنا ركنين منهم أول شيء التكرار ثاني شيء المراجعة الركن الثالث ما هو؟ التخمير مش التفسير شو التخمير اللي نفرض عم نحفظ كل يوم نص صفحة تمام؟ قدش عم نحفظ كل يوم؟ نص صفحة ثاني يوم قبل ما نحفظ نص صفحة الثانية شو بنعمل؟ بالراجع شو؟ نص صفحة اللي قبل ثالث يوم قبل ما نحفظ نص صفحة الجديدة ما بنعمل؟ بالراجع على الصفحة ماذا اسمو؟ تخمير طب خلص الأسبوع الأول ونحن حافظين مثلاً ونصرنا جزء دائماً هل يراجع كل الأجزاء اللي قبل؟ يعني مثلاً نفرض لأخذ حفظة عشر أجزاء وبعدها بتحفظ كل يوم صفحة حفظة أول يوم صفحة ثاني يوم صفحة ثالث يوم صفحة رابع يوم صفحة خمس يوم صفحة هاي خمس صفحات تمام؟ وحافظة عشر أجزاء قديم تمام؟ كيف بتخمر؟ كل يوم جزء هذا شو اسبوع؟ مراجعة قديمة التخمير هو المراجعة الجديدة كيف المراجعة الجديدة؟ عنا قلنا كررنا الصفحة عشرين مرة هذا اسمه بالتكرار ونحن حافظين عشر أجزاء صح؟ قلنا العشر أجزاء حيتقسموا عشو؟ كم يوم؟ خمس أيام يعني كل يوم عنا مراجعة جزئين وعنا تكرير الصفحة عشرين مرة تمام؟ عنا التخمير شو التخمير؟ شايفين دائماً آخر خمس مقاطع؟ آخر خمس صفحات؟ هول دائماً قبل نأبلش بالمراجعة القديمة براجعونك عشان هول مراجعة جديدة آخر خمس مقاطع مش آخر خمس صفحات عشان ممكن يكون مقاطع نصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص رقم واحد واتنين وثلاثة واربعة وخمسة. بكرة بدي أبلش. شو براجع? لا. صفحة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. بعده صفحة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هيك اسمه تخمير. دايما عشان الحفظ الجديد بيكون ضعيف. منه قوي. كيف بقوي? بخمره. شو يعني بخمره? ليه كلمة تخمير? زي العجينة. حج لما الواحد يعمل عجينة شو بيعمل? بفوضة دخل على النار. بتركها لتتخمر. هاي المعلومة الجديدة بدنا نخمرها. بصير في عنا حفظ. أركان الحفظ ثلاثة. التكرار. مراجعة قديمة. مراجعة جديدة. باليوم اللي ما حيكون عنا واحد من هول الثلاثة. يعني الحفظ طبعنا شو? انتفقنا? يعني انت الجدول. طبعا هذا كله بينكتب. انت عم تحفظه مع الشيخ. الشيخ لما يجي يسمع لك بيقولك والمراجعة الجديدة. اليوم. والمراجعة القديمة والحفظ الجديد. الجدول اللي ما في هول الثلاثة. يعني جدول ضعيف. طيب لنفرض صار عنا امتحانات. هالجدول فيه ثلاثة اركان. شو الشي اللي ممكن نتخلى عنه. باطل معنى وقت. وقت الامتحانات او الضغط بنوقف بس الحفظ الجديد. المراجعة ما منتخلى عنا ابدا. لو عم تموت. لو عفراش الموت. بدك تراجع. انت عم تموت. يلا موت انت عم تخلق قرآن. موت حلوة. المراجعة ما بنوقفه ابدا. تمام? والتخمير ما بنوقفه. اما. الحفظ الجديد ممكن ايجا امتحانات. اساسا انت كل خمس اجزاء كل خمس اجزاء شو بنعمل يا شيخ خالد بنوقف حفظ. ليه بنوقف حفظ كل خمس اجزاء? نضبطن. هو المفروض نحنا لو ماشيين بالبرنامج الصح ما بدنا. لو ماشيين بالبرنامج الصح مع مع تخمير يومي ومراجعة جديدة ومراجعة قديمة ما بدنا. ما احنا نطبطينهم. وعننا جدول وحاطين العلامات فيها على كل صفحة. تمام? بس لنفرض ما نمشينا بالبرنامج الصح. تلغبطنا. خلصنا خمس اجزاء. ممنوع نطلع صفحة بعد غير لممكن الجزء. طبعا شو ضبط تمكين الجزء? قديش? قديش ناخد العلامة عن خمس اجزاء? قديش علامتنا لازم تكون عن خمس اجزاء لنفوت باللي بعده. العلامة عمية. العلامة عمية. تسعين. تماما والتسعين ما بتطلع من الجزء. تماما وخمسين ما بتطلع من الجزء. ما بتطلع من الخمسة. يعني خلصنا اول جزء عامة. بدنا نفوت بتبارك. ممنوع نفوت بتبارك غير نجيب تسعين عمية. خلصنا عمة وتبارك. بدنا نفوت بقى تسميع. طبعا لما نخلص تبارك ماش بس بنختبر بتبارك. عمة وتبارك مع بعض. بنرجع مفوت خلصنا لثلاء اخر ثلاث اجزاء. وهكذا. دايما لما يضلوا هالمراجعة عندنا. بعد حتى ينسى؟ الضابط عندنا. طبعا التسميع بالصفحة. انا شيخ. اجا مين علامة؟ الغالطة ثلاث علامات. التنبيهة علامة. التردد اذا هو رد حاله نص علامة. جاي يحافظ صفحة المفروض مكرره عشرين مرة. ليه جاي يغلط هون؟ مكرر الصفحة عشرين مرة عشوها بيغلط. ما اي حق. فانا ما بعد راح اضطله علامته. علامته عن عشرة. ممكن يغلط. ماشي. بس قد ما نكرر عشرين مرة. لو نكرر عشرين مرة راح يغلط. انا بعرف كيف طالب اكرر عشرين مرة ولا لا. من تسميعه. مدما تردد. معنات ما نكرر عشرين مرة. تردد بالتسميع العادي. امتا بقدر اتسهل شوي بالسرد. جاي عبصر الجزء كامل. بتسهل شوي. تمام? فهيك بيطلع عندنا حفظ متقن. كرر عشرين مرة. رجع خمر تاني يوم. رجع بعد التخمر شو عمل? مراجعة. تمام? والمراجعة كانت دورية. وعنده اختبار تاني. اختبار بشو? ها? زهقتكو انا انا عارف. بس ما ورا انا اشياء اعطيكو الا شوية اشياء كيف كانوا الصحابي عملوها. لا. لا. قلنا قلنا لما خلص النصف حشو عمل هو? قبل. بعد ما نكرر شو عمل? تفسير. معقول خلص جزء عامة. يطلع على جزء تبارك وما فهمان جزء عامة? معقول خلص. خلص ان احنا دايما جزء عامة بنقسمه لثلاثة اقسام. ربع اسمه ربع القارعة. ببلش من القارعة للناس. طبعا هذا بكون فيه شو? بكون فيه بعد. سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة. مش معقول اجاء حافظه مسلا سورة عامة ومحافظ خواتيم البقرة بيقراءة كل يوم. سن يقراءة بالمينام. معقول يحفظ جزء عامة ومحافظ آية الكرسي. فهو الربع القارعة. ممنوع يطلع من الربع القارعة للأعلى للربع الثاني تاع الأعلى. هو ما عارف تفسيره. اقول له على القارعة اللي ما عارف شو معناها. والرايح. اضافة بده يكون ضابط شو? تجويد. تجويد كيف يضبطه? بالتلقين. احسنت. تمام. موضوع التلقين. يعني الشيخ لما يحفظنا. لما يقول ينبهنا على الحرف وعلى الحركة وعلى السكون. وينبهنا على طريقة لفظ الحرف. معناته هو بالتلقين. معناته عايب يحفظنا صح. هلأ انتم تشوفوا من طلاب المركز في طلاب صغار قادرين يسمعوا بتجويد. طب كيف حفظوا التجويد? ياللي بيضبط ياللي بيضبط بالتجويد. عدي الواحد لحتى يضبط التجويد. قداش بده? سماعا. عدلاش كم جزء لازم يقرأ? ربع القارعة. اخر خمس صفحات بس. اخر خمس صفحات. ياللي بيضبط اخر خمس صفحات بالتجويد. بيضبط القرآن كل. طب كيف? حفظوا القارعة. تعراهم بتجويد. طب صورة القارعة. ما في الغنة? طب اذا ضبط قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. اله الناس. اذا لعه غنة بجزء تاني. ما هيعرف يقرأه? تمام? فهو هيعيد ربع القارعة مرة واثنين 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 وعشرين لو يضبط التجويد فيه. خلص ربع القارعة. الصور اللي حافظها. اي صورة هيفوت عليها. شو عمل? ما هو مخلص. ما اخذ القلقل و احكامه كله وين بربع القارعة? واخذ المدود وين? بربع القارعة. و احكام النون الساكن والتنوين وين? بربع القارعة. فتطبيئيا. ما عم نحكي نظريا. تطبيئيا. خلص بربع القارعة التجويد. فصار انا لما خلص ربع القارعة انا باجي باختبره. لفظه اقوله صحبه لا. اتفقنا? فشوفنا ان احنا بس جزء عامة. وترتيبه وتقسيم السور. والفهم تبعه كيف بفرق معنا بالحفظ والتدبر. بينتقل الحفظ عندنا من مجرد سرد. يعني يعني هلا نحن عم نحفظ القرآن مثله مثل تحفظ اطفال. يقول راجل رحمتي الغافوري دوما انتم لي. طيب او زال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما فهمنا شي لا هون ولا هون. نحن بدنا نفهم. والله سبحانه وتعالى قال في موضعين في القرآن. افلا يتدبرون القرآن. اما على قلوب اقفالها. افلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرة. طيب. اذا بدنا وقت لنضبط القرآن لنحفظ القرآن. قد نضعه براسنا. اذا عطينا صفحة صفحة قرآن. مستحيل صفحة ربع ساعة. بالتكرار. مستحيل. قلنا التكرار كم مرة سطر. عشرين. عنا سطرين عشرين مرة. اللي بعد عشرين مرة. اللي بعد عشرين مرة. اللي بعد عشرين مرة. منرجع السطرين اللي بعد عشرين. اللي بعد عشرين. اللي بعد عشرين. منرجع هول ست ست صورة عشرين مرة. منرجع الصفحة وصطر مع بعض عشرين مرة. مستحيل بروع ساعة. لا مش لهذه. نصع. 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 صفحة بدي اقل شي معنا نصصع بالتكرار. ممكن نحفظها بثلاث مرات. نكررها ثلاث مرات. نحفظ معنا. بس هادا حفظ منه ثابت. هننساها بعد شوائي. بس نصصع مع التكرار رسخ. طب يا شيخ هذا بيخد وقت معنا صح? طيب. ما نحن نحفظ القرآن. خلصنا جزء عمّة. مفوت. بتبارك. مفوت. قد سمع لقى حلنا جزء نسينا عمّة. خلصنا صورة البقرة. صورة العمران. مفوت عن نساء. بلقى حلنا نسينا البقرة. قديش عب نحاول نضبط القرآن من خمسة سنين وعشر سنين. هلأ بلأ. من الموجودين. من حيقول لي أن كنت حافظ خمسة عشر جزء. وعشرين جزء. واو. وحافظ القرآن كله. وقالوا تع سمع. حنتبهدل. حنتبهدل. بينما لو مشينا بهالمنهجية. نص صفحة. نص صيعة باليوم. أنا بعمل نص صيعة باليوم لشو للحفظ. نص صيعة على الحفظ. قادر أخلص نص صفحة فيها. ما بزيد. نص صفحة القد بزيادة. كفاها الله. وكفى الله المؤمنين القتال. خلصت نص صفحة. خلصت ما هي أكثر صفحة. تمام. أكثر من صفحة ممنوعة. نحن قلنا برنامجنا. ما في قلبه. أول شيء ما قلنا. تكرار. تكرار صفحة عشرين مرأة. قد بده وقت. نص صيعة. تمام. التخمير قد بده وقت. عنا خمس صفحات. بدنا نكررهم قبل ما نبلش. لا التخمير بيأخذ عشر دقائق. حرام عليكم. التخمير بيأخذ عشر دقائق. تمام. مراجعة القديم. إذا عنا جزء. قلنا باليوم. قاعدة. فسرد الجزء. ممنوع يأخذ أقلى من 20 دقيقة. ممنوع يزيد mozzarella 25 دقيقة. أقلى من 20 دقيقة. ما هيبينه الحروف معناع. إذا عندي خرصة في الحرف بالحرف. وفي الحركة ما هيبينه. تمام، إذا أقال من 20 دقيقة. أكثر من 25 دقيقة invented خطأ. السرد بالتسميع لبعضها من 20 إلى 25. أنا أريد أسمع الأحرف يجبني الأحكام الماهر بالقرآن من إذا حدر حقق ما يعني؟ يعني بكون عبيطة الأحكام يعني حدر بطريق يعني مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط لا 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 هون كل شيء واضح أو لا؟ غير الحمد لله رب العالمين ونحن عمان المالك هذا شو؟ هذا ما خلص بالتنشر دقيقة وما خلص بالعشر دقيقة بس ما نفهم شي مني وهيك ما؟ هذا اسمه هذرمة ما استفدت من القرآن؟ فقالنا شيء عشرين دقيقة طيب عنا عشرين دقيقة تمام؟ وعننا التخمير قديش علنا؟ عشرة قديش سعره؟ لصيعة وعننا تكرار الصفحة؟ لصيعة تمام وعننا تفسير الصفحة قديش؟ لصيعة في قاعدة عنا تفسير الصفحة أنتم متوقعين قراءة ولا حفظ؟ لصيعة شو له قراءة؟ أنا بدي أقرأ التفسير بشكل لما أقرأ بالصلاة تذكر المعنى؟ تطهم بس تهم قريب من الحفظ يعني أنا لما أقرأ بالصلاة تشوفوا هالآيات لما قرأت أمام كفار قريش سجدوا بك يعني رب العنى النبي صلى الله عليه وسلم عاب يقرأ فلا أقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا التساق كم له؟ بس 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 لا تركبونا طبقا عن طبق شو معناها؟ طب والليل وما وساق لا 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 تكمل واقف شو معناها؟ شو معناها؟ شو معناها؟ فالفكرة أنه أنا لما نقرأ التفسير كيف تعرف حالك ضبطت التفسير ولا لا؟ منك ليس هذه الصفحة منك ليس الصفحة قرأناها قلت بديك تقرأيها قراءة قريب من الفهم صح؟ خلصنا الصفحة؟ خلصنا تفسير صورة الناس؟ بحط المصحف بجيب وراه ألم بكتب الآية بكتب تفسيرها من حفظي عارف أفسيرها ولا لا؟ مش أقلف عارف أفسيرها بعدما أخلص تفسيرها بطلع بشوف بقارن بالي الاثنين بشوف شو ألفت بسم الله ما شاء الله بصير أنت مين كثير قاعد عم بتألف التفسير تمام؟ هيك معرف حالي ضبطت ولا لا وعند الاختبار بالصورة أو اختبار الجزء عامة لازم اختبار بالتفسير والاختبار بالتفسير بكون شغلتين شو هني؟ شغلتين بدي أعرفهم شو هني؟ أول شي معاني الكلمات شو الشغل الثاني؟ سبب نزول الصورة شو قصة الصورة هاي؟ شو قصتها الآية؟ شو فضائل الصورة؟ مقاصد الصورة شي تاني بس أنا بالعموم لازم أعرف شو سبب نزول صورة عامة؟ لين نزلت؟ شو سبب نزول صورة الفيل؟ القصة تبعيتها بس شو قصتها فعليا؟ أنا آسف حتى سألت صورة الفيل أنا آسف بس بالعموم صورة القارعة شو سبب نزولها؟ الهمزة شو سبب نزولها؟ جزء عامة مع الثلاث صورة اللي قلناهن لدينا أربعين صورة يعني أربعين قصة أربعين قصة لازم أعرفهن أربعين أصص 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 قصص أصص حلوين والله حلوين فهالعشياء بتخلينا ننتقل بالقرآن فلايعا... يقول لكم لا تزيدوا عن صفحة عشان إذا بس مع صفحة واحدة بالقرآن بدنا ساعتين باليوم الصفحة الواحدة على أقل تقدير ولما يزيد حفظك صار تحافظ عصر أجزاء 15 جزء صار بدنا ساعتين باليوم صار بدنا ثلاث ساعات باليوم تمام بس هون بصور القرآن فعلا هو حياتك هو ربيع قلبك منقدر نعد ثلاث ساعات باليوم على القرآن ولا لا وهي أختم بهذا الشيء عشان طوالت عليكم منقدر نعد؟ لا ما نعدتون هنختم هنختم طيب عموما منقدر نعد ثلاث ساعتين باليوم على القرآن؟ ساعتين نعد باليوم ولا صعبة؟ لا هيني منطبق؟ منطبق هالشيء ولا لا؟ منطبق ماش فينا، اللي بده يحفظ القرآن هاي الوصيلة هواسلكي اياها اي واحد بده يحفظ القرآن ما حطت براسه انه اقل شيء ساعتين باليوم للقرآن ما حيحفظ القرآن ساعتين كاملين اقل تقدير ساعتين والمتوسط ثلاث ساعات عشان اذا قلنا في عندك وقت للحفظ تمام؟ وقت للتكرار وقت للمراجعة طب وقت التسميع الثنائي اللي قلنا عليه لصاحبك وقت التسميع للشيخ هؤلاء وقت محسوبة فمن ساعتين لثلاث ساعات اذا ما حطينا براسنا غول ما هنحفظ القرآن ممكن نحفظ بس حفظ كذابة كيف حفظ كذابة؟ انا بربع ساعة حفظت الصفحة ومتسمعت على الشيخ ومشيت ومراجعت وكذا بعت وعبن ساعة الحفظ المتقن بدل ثلاث ساعات لا ساعتين بس هاي الوصيه القرآن ليكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نختم بهذا الحديث يقال لي صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يقال لي مين؟ صاحب القرآن شو يعني صاحب القرآن؟ من صاحبك؟ الله محمد نبي محمد نبي محمد هاي على فكرة أنا أبهر أنا أشعر جسم منها نبي محمد إن الله هو الصاحب أحسن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا عارف أن هي رمية من غير رامن بس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر فإذا قدرت أن تتخذ الله صاحبا فقد أفلحت بس الصاحب عندنا بالدنيا مين صاحبك؟ بيتضلك معك صاحبك 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 رفيقك مين رفيقك؟ قد ابت وعب مع صاحبك بالدنيا ساعتين وثلاثة واربعة القرآن ما بيكون صاحبك غير لما توعب معه هيك هاي لا مين؟ يا الله وأنا عارف أنه نزدتها هيك بس أعطيها 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 لصاحبك صاحبك صاحبك ما عايز بيته الوصيصة بديها طيب شعبته فهاي الوصيه أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني طبعا أوعد فكرا أن تخلص القرآن سرعة عمر رضي الله عنه قد أخذ وقت تعمل ما خلص سورة البقرة سورة البقرة قاعد تسع سنين لخلص سورة البقرة وفي رواية 11 سنة لخلص سورة البقرة لما خلصها دبح جمال شكرا لله يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن يعني عثمان بن عفان وعمر الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا ينتقلون من عشر آيات إلى عشر آيات حتى يفهموا ما فيها ويعملوا بما بها إذا ما عشا هيك عنا هدف نحفظ القرآن ما تحفظ القرآن هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنتنا استغفرك واتوب إليك وجزاكم الله خيرا على حسن السباحة اشتركوا في القناة